بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتكلم النهاردة على شابتر خمسة واللي بيتكلم على البامس وهنتناول بالتفصيل فيه السنتريفجال بامس او المضخات التارضة المركزية محتوى المحاضرة هيتناول البامب فانكشن البامبس فانكشن وظائف او وظيفة البامبس التيبس اوف بامس انواع البامبس و what is the centrifugal bumps ايه هي مضخة التارضة المركزية وايه هي مكونات هذه المضخة centrifugal bump components و types of impellers انواع ال impellers و principle work of the centrifugal bump نبدأ بالجزء الاول وهو البامبس فانكشن وظيفة البامب في بعض الناس بتتخيل ان البامبس ممكن تولد ضغط او تعمل ضغط او تضغط الماء وده شيء غير صحيح لان البامبس بتتعامل مع الليكود والليكود بطبيعة الحال هي مواد غير قابلة للانضغاط او نتعامل معها لانها غير قابلة للانضغاط ولكن ايه اللي البامب بتقول بيه بتقول بيه البامب بتعمل ترانسفير للليكود نقل للماء للليكود للسوائل من المصدر الى المكان المطلوب النقل ليه from source to destination كذلك ممكن تعمل circulate للليكود around a system لو احنا عندنا نظام مغلق زي على سبيل المثال دائرة المية اللي موجودة في السيارة في محرك السيارة الدائرة دي تعد دائرة مغلقة فوظيفة البامب هي عمل حركة للمائع انها بتمشي المائع خلال هذه السيكل كذلك على سبيل المثال الدائرة الخاصة بالستيم power plant برضو اللي هي محطات توليد الطاقة بالبخار بيبقى فيه الحركة بتاعة المية في هذه الدائرة بتبقى الوظيفة البامب فيها circulation للليكود ولكن البامب لا تضغط المائع اما الضغط اللي احنا بنقرأه عندما اخرج البامب ده ايه ده يعبر عن مقاومة السيستم كلما زادت مقاومة السيستم اللي موجودة اللي راكب فيها البامب كلما زاد الضغط المتولد من البامب ولكن المائع نفسه لا ينضغط يبقى pumps do not bump pressure يبقى دي معلومة مهمة جدا لازم نكون نفهمينها pumps do not bump pressure طيب انواع البامب البامب بتنقسم لنوعين رئيسيين النوع الاول بيسمى positive displacement bumps والنوع التاني بيسمى kynetic او non positive displacement البositive displacement ده ان شاء الله هنفرد ليه محاضرة مستقلة هنتكلم فيها بالتفصيل على انواعه وهي الروتري ومنها الجير بامب والفان بامب واللوب والسكرو بامب وفيه النوع الريسيبروكيتنج اللي هي البستون بامب والدايفرام بامب والبلانجر بامب اما النوع اللي هو النن بوصدف اللي هو ممكن فيه نوعين رئيسيين ترباين بامب او سنتريفجل بامب وهي دي هتكون محور حدثنا في المحاضرات القادمة بمشيئة الله اشتركوا في القناة